السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير لكم جميعاً أخبار سر أنه وأخيراً صار في أمل بإعادة الافتتاح المستشارة الألمانية في اجتماع لها مع رئاسة حزب الـ CDO بدأت وضع الخطط للاجتماع القادم لتخفيف بعض الإجراءات في بعض القطاعات رح نشوفها الآن نعرف الاجتماع القادم للمستشارة ورؤساء وزراء المقاطعات رح يكون في 3 مياتس 3-3-2021 الشهر القادم وفي هذا الاجتماع من المتوقع الآن أن يتم تخفيف بعض الإجراءات الحالية رح نشوف الآن 3 قطاعات رئيسية من المتوقع أن يتم فيها تخفيف الإجراءات القطاع الأول اللي من المتوقع أن يتم فيه تخفيف الإجراءات هو الـ CONTACT بشغينجون حالياً نحن نعرف أنه مسموح لأفراد البيت الواحد بالالتقاء مع شخص واحد فقط طبعاً هذا يشمل كل ألمانيا مع عدد في لينسبوك حالياً وضع خاص ولكن من حيث المبدأ مع شخص واحد من المتوقع أنه في هذا المجال يتم تخفيف الإجراءات قد يسمح مرة أخرى بالالتقاء يعني بعدد أكبر من الأشخاص رح نشوف يعني ولكن هناك يعني بدأ العمل على وضع خطط في هذا الاتجاه القطاع الثاني المتوقع أن يتم فيه تخفيف الإجراءات هو قطاع المدارس نعرف ابتداءاً من اليوم يوم الأسنين العديد من المقاطعات في ألمانيا لإعادة افتتاح المدارس الإبتدائية والروضة طبعاً البعض ليس دائماً بشكل مباشر عن طريق الحضور قد يكون التعليم عن البعد أو المتناوب ولكن المتوقع أن يتم أيضاً وضع خطة لإعادة افتتاح المدارس للصفوف العليا أو للبغوف شولنج المدارس المهنية يعني كمان في ألمانيا فهي أيضاً القطاع الثاني لهو المدارس نعم المتوقع أن يتم وضع خطة لإعادة التدريس بشكل مباشر كما في السابق والمجال الثالث اللي رح يتم فيه إعادة الابتتاح أو تخفيف الإجراءات هو وأخيراً قطاع المطاعم الشبوت كغبم أيضاً الرياضة كالقطاعات الرياضة ربما الغستوغانس الكولتور أيضاً نواحي الثقافية يعني المتاحة في دور السينما ربما فهناك الآن إذن أمل كبير أيضاً بإعادة افتتاح المطاعم ونوادي الرياضة طبعاً فهي الخطط عبي تم العمل عليها رح يكون الافتتاح تدريجي يعبي تم الحديث عن خطة تدريجية للافتتاح مع يعني ضوابط واضحة ومشددة وكمان التست يعني كمان إجراء الاختبارات رح يحطوا طبعاً أكيد خطط يعني يجب الالتزام بها للسماح بإعادة الافتتاح ولكن من حيث المبدأ يعني بدأ العمل على وضع خطط لإعادة تخفيف يعني الإجراءات الحالية المعمول فيها والخروج من اللوكداون بشكل تدريجي طبعاً نحن نتأمل أنه عدد الحالات تم تتراجع وأنه التفارات الجديدة التي تظهر ما تأثر يزداد أيضاً إيطاء التطعيم يعني في ألمانيا فبالتالي يعني صير فيه أمل من هون للصيف يعني أنه ترجع الحياة إلى حد ما إلى طبيعتها بالنسبة لمقاطعة باين ماكوز زيودا رئيس وزراء المقاطعة أعلن منذ اليوم أنه ابتداءً من 1 ماياتس 1 ثلاثة سيتم أيضاً ليس فقط إعادة افتتاح صالونات الحلاقة وإنما أيضاً يعني أماكن بيع الزهور والورود والجاتنغاين يعني الجاتنغاين اللي بيبيعوا أيضاً خلينا نقول يعني الشجيرات أو الشتل يعني كمان كل هالأشياء النباتات أيضاً سيتم السماح لها بإعادة الافتتاح في مقاطعة باين ابتداءً من 1 ثلاثة يعني هذا الإجراءات تخزته الآن المقاطعة بشكل انفرادي ومنذ الآن يعني بشكل كامل وأخيراً تم إلقاء القبض على الشخص المشتبه به اللي أرسل رسائل ملغومة إلى عدة قطاعات عدة شركات في ألمانيا ثلاثة في الحياة هنين بشكل رئيسي ليدل وشركة كمان هب اللي بتصني أيضاً المواد الغذائية للأطفال المعلبات وشركة ثالثة أيضاً لتعبئة المشروبات فتم الآن إلقاء القبض على هذا الشخص شخص عمره 66 سنة في منطقة قلم قامت شرطة ألمانية بإلقاء القبض عليه وصادروا العديد من الأشياء يعني من داخل بيته أيضاً لحتى يشوفوا يعني شو كان عبي خطط طبعاً لحد الآن يعني لم يعرف آآ بيتم التحقيق معه ولكن لا يعرف لحد الآن دوافع وأسباب القيام بهذا العمل طبعاً من المستبعد أيضاً أنه يكون في هالفترة أنه حضر شيء آخر يعني تم استبعاد ذلك أيضاً من الشرطة ألماً أنه سلم نفسه بدون مقاومة يعني لما دخلوا لعنده الوحدات الخاصة وألقوا القبض عليه سلم نفسه بدون أي مقاومة وعبي تم الآن البحث بدوافع يعني القيام بذلك ولكن الشيء الجيد أنه قدروا يتحركوا بسرعة كبيرة جداً ويلقوا القبض عليه ويوقفوا يعني عملية إرسال الرسائب نعرف في حالة ليدل يعني تأزوا ثلاث أشخاص وتمنقلهم إلى المشفى في خبر طريف وبنفس الوقت يعني إله دلالات عميقة قام الآن شخص حلاء يعني هو على موقع إي باي بعرض مزاد علني لأول موعد للحلاقة في واحد ماتس ثلاثة رح ترجع تفتح صارونات الحلاقة فهذا الشخص يعني قام الآن بوضع عمل يعني مزاد على موقع إي باي وصل سعر الحلاقة الأولى لأربعمية واثنين وعشرين يورو سيقوم بدفعها يعني الشخص اللي رفع المبلغ إلى هذا الحد طبعاً هو شخص يعني عمره 43 سنة والآن سيتم طبعاً ريع هذا المبلغ طبعاً مبلغ كبير جداً لأحلاء الشعر طبعاً هو رح يروح لمنظمة لمساعدة الأطفال يعني أيضاً كمان طبعاً هي أي إشارة يعني كمان أنه الحلاقين أيضاً هن الناس يعني وبيتبرعوا أيضاً لمنظمات إنسانية وللأطفال فمن المهم كمان أنه يستمروا في عمل يسمح لهم بإعادة الافتتاح فهي رح تكون ربما أغلى حلاقة يعني ثمان يعني لحلاقة الشعر في واحد مياس أربعمية واثنين وعشرين يورو انزعاج واسع من قبل الشرطة الألمانية وأيضاً العديد من المسؤولين بسبب تجمع الناس بأعداد كبيرة بسبب التقص الجيد والحار والدافئ في الأيام الماضية على ضفاف نهر الرين في مدن مثل ديسلدورف في كولن في بون في العديد من المناطق ولكن خاصة في ديسلدورف أم غين أوفا تجمع عدد كبير من الناس البعض منهم مع الأسف لم يلتزم بقواعد التباعد وارتداء الكمامة وهالأشياء فاضطرت الشرطة أيضاً كمان أنه تراقب وتتدخل في بعض الأحيان فالمشاهد اللي جاءتنا هناك يعني يظهر تجمع عدد كبير من الناس يعني الآن في هذا اليوم المشمس البارحة الأحد يعني على ضفاف النهر الرين أيضاً الشرطة تراقب الحدود يعني المطلة على البحر الشمال النواتسي أيضاً كذلك العديد من الناس يعني بتمشي على الشاطئ وهالأشياء حتى نظل في موضوع التقص الآن شفناها هذه الظاهرة يعني قبل أسبوع تقريباً في مناطق جنوب ألمانيا الآن عادت هذه الظاهرة هو وجود الرمال اللي جاءت يعني من الصحارة من شمال أفريقيا مناطق الصحراوية ارتفعت إلى طبقات الجو العليا جاءت إلى ألمانيا تسبب الآن بنوع من الضباب هيك في ألمانيا وخاصة في المناطق الجنوبية ومن المتوقع أنه يكون هذا الشيء في الأيام القادمة نشوفه الآن في ألمانيا نوع من الضباب والغبار الصغير جداً اللي جاءت من المناطق الصحراوية أنه يغطي الأجواء في ألمانيا وبالتالي الشمس ممكن ما تقدر يعني تمر بشكل مباشر كنوع من الضباب يعني تمر علينا يعني فممكن نشوف السماء كمان يكلونا مائل للحمرى يعني كمان فهذا الشيء شفناه يعني في الأسبوع الماضي من المتوقع أن تتكرر هذه الظاهرة في هذا الأسبوع طبعا الجو جميل جدا يعني هالأسبوع درجات الحرارة يعني تتراوح بين الخمسة عشر والعشرين في العديد من النواطق وصلت العشرين كمال بارحة الأحد فأتمنى أنه تكونوا استمتعتوا أيضا بهذا الجو طبعا مع الالتزام بكل الإجراءات المعمول فيها حاليا وعدم مخالفتها وهيك بكون لتلكم أهم الأنباء من المانيا لهذا الصباح أتمنى أن أكون أفتكم خلال المعلومات دمتم جميعا بخير وصحة وسعادة وتحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته